السلام عليكم كثير من المستخدمين اللي بعملوا انستول للوندوز بيلاقوا فيه اخترار 32 بيت و 64 بيت او فيه بعض المناس اللي بتنزل بعض البرامج من الانترنت بتلاقي فيه اصدار خاص ب 32 بيت و اصدار خاص ب 64 بيت ما سألتش نفسك قبل ما تختار ايه هو نظام 32 او 64 بيت و ايه الفرد ما بينهم و ايه المناسب ليك وهل في انظمة ثانية غير 32 و 64 تابعونا هنجابب على كل الاستفسارات اللي فاتت في الحلقة دي نظام 32 بيت و بيطلق عليه برضو 86 اكس و ده نسبة للعائلة بتاع البروسيسور انتل 8086 و 32 بيت ابارة عن 2 اصدار 32 و دي بتساوي 4 في 10 اصدار 9 واللي هو مساحة السجل الواحد لنظام 32 بيت ولو اسمنا الرقم ده على 8 عشان نحوله من بيت لبيت و بعدين 1024 عشان نحوله كيلو بيت و 1024 كمان عشان نحوله ميجابايت هيساوي بالزبط 512 ميجابايت يعني نص سجل و زي ما قولنا دي اقصى مساحة سجل يقدر يفتحها النظام 32 بيت في الرامات اما بالنسبة للبرامج الكبيرة زي مثلا دينامج الفوتوشوب فبيحتاج السيستم ان هو يفتح لها اكتر من سجل على الرامات و ده بيسبب ضبط شوية في التعامل مع الرامات واقصى حد لنظام 32 بيت اللي يقدر يفتح بسجلات على الرامات حوالي 7 سجلات تقريبا بس السجل السابع ما بيبقاش مكتمل لان فيه جزء فيه بيبقى محجوز للهاردوير حول ضربنا عدد السجلات لهو 6.5 او 7 حجم السجل الملحد وهو 512 ها يدينا 3 جادة و 4 أو 3 جادة و 0.5 تقريبا و ده اقصى حد يقدر يستفاد بالسيستم من الرامات اما بالنسبة للنظام 64 بيت واللي بيطلق عليه ايضا X86x64 وده اول ما نطوره كان شركة اي ام دي بتلخيص من شركة انتل وبيطلق عليه في انظمة الويندوز اربعة وستين بيت بس. وده عبارة عن اثنين اص اربعة وستين ودي بتساوي واحد وتمانية من عشرة في عشرة اص تسعتاشر ودي مساحة استجل الواحد اللي قدر يتعامل فيه السيستم مع نظام اربعة وستين بيت في الرمات. وده بيعمل في قراءة الرمات لحوالي واحد وسبعة من عشرة جيجا بانت. من المقارنة اللي وضحناها واضح ان نظام اربعة وستين بيت افضل من نظام اثنين وتلاتين بيت. بالنسبة للبرامج الكبيرة زي الفوتوشوب وبالنسبة للرمات لو حيصد طب فيه جهاز بتاعه ماك اكتر من اربعة بيت. بس عشان اقدر استفاد من نظام اربعة وستين بيت. لازم يكون متوفر عندي تلات حاجات اساسية. اولا نظام او بنية لازم تكون تدعم نظام اربعة وستين بيت. ونظام يدعم نظام اربعة وستين بيت. والابليكيشن او اللي هنزله على لازم يكون بدعم نظام اربعة وستين بيت. اي حاجة من دول لو كانت على نظام اثنين وتلاتين بيت مش هقدر استفاد من اي ميزة من نظام اربعة وستين بيت. الا لو البروسيسور والاوبريتنج سيستيم بدعمه نظام اربعة وستين بيت. هقدر بس استفاد من قراءة الزاكرة اللي هي الرمات اكتر من اربعة جيجا. بالنسبة لنظام اثنين وتلاتين بيت. ما بقدرش اسطب عليه اي سوفت وير اربعة وستين بيت. لكن بالنسبة لنظام اربعة وستين بيت. اقدر اسطب عليه اي او سوفت وير اثنين وتلاتين بيت. كان في انظمة قديمة بنظام تمانية بيت وستاشر بيت. كانت بتستخدم قبل كده في نظام الدس. بس الانظمة دي ما بقيتش موجودة دلوقتي. ملخص الحلقة من النظام اربعة وستين بيت. افضل كتير من نظام اثنين وستين بيت. حتى لو مش هتنزل ابليكيشن اربعة وستين بيت. لو لك اي استفسار او سؤال اتبه لنا في تعليق وهنرد عليك. اشتركوا في القناة